طيب يقول ما الفرق بين الشيعي والرافضي الفرق أولا كلمة شيعي كلمة شيعي هي يعني كلمة في حد ذاتها لا بأس بها كما قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وإن من شيعته لإبراهيم أي من أنصاره فشيعة الرجل أنصاره شيعة فلان هم المحبون له أو المتابعون له أو المناصرون له وقد كان يقال في السابق هؤلاء شيعة علي هؤلاء شيعة معاوية هؤلاء شيعة عثمان أي الذين ينصرون عثمان أو يحبونه هؤلاء يحبون علي أو يحبون معاوية وهكذا فشيعة الرجل أنصاره ومحبوه ثم بعد ذلك مع كثرة استخدام هذه الكلمة صارت يعني علما على طائفة معينة يقال لهم الشيعة في مقابل السنة فإما أن يكون رجل شيعيا وإما أن يكون سنيا وكان الشيعي في السابق عند أهل العلمي هو من يفضل عليا على عثمان يعني من قال علي أفضل من عثمان قالوا هذا شيعي هذا شيعي مع أنه يقول أبو بكر وعمر أفضل من علي لا يفضل عليا على أي بكر وعمر وإنما الكلام بين علي وعثمان فقط يقول علي أفضل من عثمان فكان يقول هذا شيعي لكن عقيدته هي عقيدة أهل السنة بشكل عام في الصفات في الرب سبحانه وتعالى في سائر الأمور هو على عقيدة أهل السنة فقط يفضل عليا على عثمان فكان يقول له شيعي ثم بعد ذلك تجاوز الأمر فجاء الطائفة أو مجموعة تعدت مجرد التفضيل مجرد تفضيل علي على عثمان حتى فضلته على أي بكر وعمر وتمادت حتى صارت تسب عثمان تسب أبا بكر تسب عمر تسب أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج رجل يقال له عبد الله ابن سبأ فقال في علي ما قالته اليهود في يوشع ابن نون فقال في علي أنه الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والبراءة من من خالف هذه العقيدة وادع العصمة لعلي رضي الله عنه فهنا صار هذا يطلق عليه باسم الرافضة أو السبائية في البداية ثم بعد ذلك صار اسم الرافضة على من؟ على هؤلاء فالقصد أن اليوم عندما يقال شيعي إذا كان هذا الشيعي الذي يتسمى بشيعي طيب لا يقول بالعصمة ولا يقول بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول بتحريف القرآن ولا يقول بعقيدة البداء ولا يقول بالرجعة إلى الدنيا يعني الأم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة يعني الأم الأثنى عشر يقوم بعودتهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة ولا يعني يقول بأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون بالكون ويحيون ويميتون وغير ذلك ويقول أنا شيعي هذه ما في مشكلة كلنا شيعة من هذا الجانب وهو أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست العبرة بالتسميات ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلاني بأني رافضي ما في مشكلة إذا كان هذا هو الرفض فما المانع أن أقول عن نفسي أني رافضي بهذا الموضوع وهو حب آلي النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا دين ولذلك أهل العلم الذين يكتبون في العقيدة وغيرها يذكرون أن من عقيدة أهل السنة حب آل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دين يتقرب الإنسان به إلى ربه تبارك وتعالى وأما إذا كانت الأفعال خلاف ذلك والاعتقادات وأنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتقد العصمة في علي وآل بيته أو أنهم يحيون الموتى أو يتصرفون في الكون أو بيدهم الجنة والنار هذا ليس شيعيا هذا رافضي هذا رافضي وهذا نبغضهم في الله تبارك وتعالى وهذا منحرف حرافا عظيما جدا وقد يصل الأمر به إلى الكفر بالله جل وعا إذا قال إنهم يتصرفون في الكون أنهم يحيون ويموتون أو أنهم بيدهم الجنة والنار أو غير ذلك من اعتقادات الفاسدة أو بقول بخلق القرآن أو القول بتحريفه أو القول بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بالله تبارك وتعالى وليس من دين الله في شيء فهذا هو الفرق بين الشيعي والرافضي الرافضي